بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين هذا أول مقطع لي في سناب شات اللي حقيقة كنت متردد لكن الله وفقني للأسف سجلت تقريبا عشر مقاطع قاعدت تدرب على سناب شات اكتشفت بعدين أن ولا واحدة منهم تم إرسالها راح أعيدها مرة ثانية أنا فرح جدا لأني راح أتواصل معكم من خلال هذا البرنامج اللي أجعل الله أن يجعله بداية خير بيني وبين المتابعين والشكر لله أولا ثم لمن أقنعني بدخولي يمكن أنا في تويتر كنت منذ البدايات موجود فيه وكذلك في انستقرام لكن تأخرت عن سناب شات لظروف وانشغالي في أمور كثيرة لكن لعله خير إن شاء الله عموما يا أحبة ترى وسائل التواصل الاجتماعي هي تواصل الاجتماعي يعني يفترض أن نذكر فيها شي في خير أما في ديننا أو على الأقل في دنياننا ولهذا لو تلاحظون أغلب الناس الذين يتوفاهم الله الناس وين ترجع ترجع لي وسائل تواصل الاجتماعي يتوتر استقرام وغيره يشوفون شنو كان عليه هذا الإنسان علشان نشهد له طبعا هنيئا للي وسائل تواصل الاجتماعي لازالت تشهد له بالخير وتكسب حسناته وفيه قبره والله يعين اللي مات وهذه الوسائل تزيده إثن عموما أنا اليوم أول يوم ما راح أكون إن شاء الله ثقيل عليكم أبي فقط منكم طلب واحد كل واحد يسلي اقتراحاته شنو ودا يتكلم فيه من خلال هذا البرنامج بالنسبة لي عندي أفكار لكن ما استغني عن أفكاركم اقتراحاتكم وراح أحط فيها أولويات وراح سجل عندي بالنوت إن شاء الله ونتكلم واضيع نستفيد منها في الدنيا والآخرة إذا الله أحيانا بكرة بإذن الله عز وجل راح نبدأ وياكم أول موضوع أول اقتراح من اقتراحاتكم ولنا موضوع كل يوم ولقاء كل يوم بإذن الله